من مكتبة الإسكندرية نروح لأعمال الخير كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص يعني رمضان على الأبواب بحسب الحسابات الفلكية فهيكون بكرة لكن بنظل يعني حسب الرؤية وستطلاع الهلال النهاردة إن شاء الله عشان كده بتزيد أعمال الخير في الحياة صندوق تحية مصر بقاله 12 يوم بيواصل تنظيم قوافل وهي حملة أبواب الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وده لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجهة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وده لتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية استعدادا لشهر رمضان المعظم طيب خلونا يعني نقرأ مع حضراتكم دلوقتي أبرز وأهم الإحصائيات اللي نفذتها حملة أبواب الخير مع الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحية مصر صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ محمد يعني عاوزين يعرف القوافل اللي تم إطلاقها من حملة أبواب الخير وصلت لكام محافظة حتى هذه اللحظة يمكن زي ما حالك تفضلت قلت احنا اشتغلنا من 12 يوم في عملية التحضير والتجهيز بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من ملظمات المجتمع المدني وشركائنا من القطاع الخاص وصولة لأن احنا وزعنا المواد الغذائية الجفة لصالح 200 ألف أسرة في 6 محافظات لحد دلوقتي يمكن آخرهم كان أمبارح في محافظة صهاج اشتغلنا على 15 ألف أسرة وقابليها كان موجودين في أسوان وقابليها بنسويف وقابليها أسيوت وإلفيوم المستهدف بالنسبة لنا الحقيقة أن احنا نوصل لواحد ونصف مليون أسرة وده الحقيقة توجيه من السيد الرئيس بحيث أن احنا نكسف من أنشطتنا خلال شهر رمضان المعظم عشان نتكامل مع باقي أجهز الدولة اللي بتواجه مشكلة الأسعار المرتفعة بحماية الأسر الأولى بالرعاية بالإضافة لباقي منظمات المجتمع المدينة كيف تحمي قواف الأبواب الخير الأسر الأولى بالرعاية؟ يعني ماذا تقدم لهم يا سيد محمد؟ الفكرة مش بتتوقف عند توفير طروض المواد الغذائية أو كرتونة المواد الغذائية يمكن على مستوى حملة أبواب الخير احنا بنشتغل على توفير إفطار الصائم ده بالإضافة كمان لملابس الجديدة اللي بنوفرها استقبال عيد الفترة لكن على المستوى الآخر احنا كمان بنشتغل بالتوازي على فكرة التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية بتوفير مصدر داخل بداية من المكنة الصغيرة اللي حضرتك ممكن توفريها كمتبرع لسندوق طحي مصر ونقدر أن نحن نوصلها للسيدة اللي بتمتهن فكرة الخياط أو غيره السيدة اللي تشتغل في صناعة السجاد اليدوي وغيرها وغيرها من الحرف اليدوي اللي واخدت اهتمام كبير جدا الحقيقة خلال الفترة الأخيرة بحيث أن حضرتك تقدر توزني ما بين فكرة الحمال الاجتماعية والتنمية الاقتصادية عشان تقدر يتحسني من حياة الأفراد الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية طيب سيد محمد يعني سريعا كده عاوزين نعرف من حضرتك مبادرة عمالي الخير زي ما حياتك قلت الركيزة الأساسية ليها هو المحور الاقتصادي أيضا قدرت توصله لكام محافظة حتى الآن بحسب البرامج يعني يمكن إحنا كان لنا برنامج طموح جدا برنامج مستورة نفذناه مع بنك ناصر الاجتماعي من خلال أفراع المستشعى على مستوى الجمهورية اشتغلنا على عشرين ألف مشروع متناهي الصغر وصل لعشرين ألف سيدة لحد دلوقتي يرسل الصندوق كان راسد ميتين وخمسين مليون جنيه علشان نقدر نحن نعمل حاجة في شكل قرد دوار بمصاريف إدارية فقط توصل لي السيدة المستحقة في شكل أدوات إنتاج أيضا فكرة رعاية صغار السيادين اشتغلنا مع وزارة التضامل الاجتماعي مش بس الحقيقة علشان نوفر الشباك والمركب وغيرهم من أدوات السيدة لأ كمان البدل اللي تحميهم من مخاطر المهنة بالإضافة لتوجه وزارة التضامل الاجتماعي لتوفير الحماية التأمينية لهم وإدراجهم على هذه القواعد كمان سكرة حرف اليدوية احنا يمكن تلقشنا مع وزارة الشباب والرياضة لاستغلال مراكز الشباب لتدعيم الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية أيضا كمان مع وزارة التضامل الاجتماعي من خلال مبادرة التلفز حرير وتوفير الأنوال والخمات الخاصة بصمعة السجاد والجبلان والكليم كل الحاجات دي خطوات حضرتك بتحاولين أنت تحيي فيها الصناعة وكمان تضمن وسيلة أمنة لعملية التفريق منع لدخول الوسطاء اللي الحقيقة بيقول لهم النصيب الأكبر من المجرد صحيح أستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق طحية مصر نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فقط ترجمة نانسي قنقر